السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة ويا رب دايما مشارعكم في تربية الطيور تكون نجحة ومحققة لكم كل اللي انتم بتتمنوا احنا النهاردة جايين نقي الطيور بتاعتنا من امراض البرد ومن الاعراض التنفسية اللي بتيجي عند اي نوع من انواع الطيور اللي بنربيها سواء فراخ او بط او حمام او وز او اي نوع من انواع الطيور هنقول لكم تلت طرق اساسية جدا للوقاية من البرد والوقاية من اعراض البرد ويمكن كلمة البرد دي ممكن الناس تفهمها غلط البرد مش ضروري يكون اللي هو ايه خدوا هوا فجالهم اعراض البرد لا ده ممكن يكون البرد بانك تمنع عنهم الهوا هنقول لك كل التفاصيل وانشرح لك كل حاجة بالتفاصيل ان شاء الله ما يكونش تفاصيل ممل لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة لك من اليوتيوب ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول مبدايا لازم نتفق مع بعض ان البرد اللي عند الطيور مش ضروري يكون انه هما عندهم برد يعني خدوا هوا سائع فيه هوا سائع خبط فيهم او هوا مباشر زي ما بيقول كده التهوية المباشرة مضرة على الطيور مش ضروري يكون كده ممكن يكون مفيش هوا اصلا وياخدوا برد يعني ممكن الطيور ما يدخلهاش هوا اصلا خالص وبرده يجي لهم اعراض تنفسية لكن الاعراض التنفسية اللي هتجي لهم مش هتجي لهم بسبب انخفاض درجات الحرارة او بسبب لطشة برد خدوها لا هتجي لهم بسبب ان مفيش اكسوجين كفاية في المكان ركز معايا بس في التفاصيل علشان تبقى فاهم كويس اوي ازاي ممكن تقي الطيور بتاعتك من اعراض البرد ومن مشاكل البرد اللي هي ممكن ما تكونش اصلا بسبب البرد يعني لازم تفهم التركاية دي علشان تعرف تعالج الطيور بتاعتك كويس جدا اول حاجة معانا هنتكلم فيها اننا لازم نوسع المكان شوية ما ينفعش يبقى المكان ديء باي شكل من الاشكال قبل كده عملنا لكم فيديوهات سابقة على قناة الطيور فوق السطح اتكلمنا فيها عن قد ايه انت محتاج لكل متر مربع قد ايه انت محتاج من الطيور او لو عندك مثلا عشر فرخيات مثلا وديك محتاج لهم مساحة قد ايه وهم صغيرين ولما يجبروا محتاج لهم مساحة قد ايه اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل ممكن ترجعوله على القناة لكن باختصار شديد انت بقى وتقديرك لان احنا اكيد مش هنزبق مساحات السطح بتاعنا على مزاج الطيور لكن لازم ناخد بالنا على الاقل تبقى المساحة على قدهم يعني يكون المكان واسع كده وشرح وبرح على قدهم ما يكونش المكان ديء عليهم لان لو المكان ديء عليهم الاكسوجين مش هيبقى كفاية في المكان وده اول حاجة ممكن نساعد بيها الطيور للوقاية من امراض البرد او من اعراض البرد اللي ممكن تجي لهم وهي توسيع المكان الديء لو المكان كويس ووسع عندك يبقى خلاص انت مش هتعمل ده لان انت كده خلاص تجنبت اول سبب ممكن يمنعك انك تقي الطيور بتاعتك من اعراض البرد كمان يا جماعة في حاجة مهمة جدا اسمها التهوية والشمس والتهوية والشمس مع بعض كده يعني الكلاجشن مع بعض كده مش كل حاجة لوحدها لا التهوية والشمس مع بعض احنا طبعا لسه البرد موجود لسه البرد موجود يعني ما ينفعش نقول ان الحر دخل وهيفضل معنا شوية الجو لطيف كده وبيبقى فيه لسعة برد وبيبقى فيه برضو شمس شمس ما تقزيش شمس الربيع طبعا الممتعة اللي كل الناس بتحب تطلع فيها وتاخد هوا وتشم هوا وكمان تستقبل الشمس بتبقى مش شمس حارقة اول اول ما تبقى الشمس حارقة ده موضوع تاني انما دلوقتي الجو لطيف فانت تعمل ايه لازم تعرض الطيور بتاعتك للهوا ولازم تعرضهم للشمس او اعتفتكر انك عشان تحميهم من البرد هتحميهم من الهوا لا لا خالص تبقى بالعكس لازم تعرضهم للهوا ولازم برضو تعرضهم للشمس شمس النهار لازم يبقوا في شمس النهار كده فيه شمس دخلالهم على طول خصوصا في الايام دي الايام اللي لسه الشمس فيها ما بقتش شمس حارقة معاك انها لما تبقى شمس حارقة لازم تعمل ضل لازم تضلل على الطيور بتاعتك عشان الشمس دي هتتعبهم انما في الايام اللي احنا فيها دي ما ينفعش تحرمهم من الشمس الجميلة الدافية اللي مش هتأذيهم خلاص بل هتفدهم وهتزود الانتاج والاضاءة ساعات الاضاءة هترجع طبيعية خلاص لان الشتاء بيودع فانت لازم ما تحرمهمش بقى الفترة دي لان الانتاج هيبدأ يزيد معاك اكتر واكتر واكتر دي تاني حاجة هنقي بيها الطيور وهي التهوية والشمس لازم يدخلهم هوا لازم الاكسوجين يتجدد في القشة لو انت مقفل عنهم في القشة لازم تفتح القشة وتهويها على طول وتنظفها على طول عشان غاز الامونيا لا يتراكم جوه القشة ومن ثم انت تقدر تحافظ على الطيور بتاعتك من كل اعراض البرد اللي ممكن تجيلهم عملت كل الحاجات دي بقى لازم تروح للوقاية بالاعشاب لانها هتساعدك بنسبة كبيرة جدا لازم طبعا نستعين بالاعشاب حتى لو اخدنا بكل الاسباب اللي فاتت لازم تبقى الاعشاب معانا علشان لو حصل اي مثلا عدوى اي طائر مهاجر نزل اكل من الاكل بتاعهم اي حاجة ممكن تحصل مش في ادينا لان السطح معرض للهوا برضو انت مش هتقدر تمنع كل العدوى يبقى معاك الاعشاب حاجة تضمن لك انك لو اي عدوى او اي فيروس او اي مشكلة تنفسية دخلت جسم الطائر الاعشاب تقاومها فورا ازاي بقى تستخدم الاعشاب فالاعشاب اللي هي لها علاقة بالتنفس ومشاكل التنفسية اعشاب كتيرة جدا ومشهورة جدا بتبدأ من النعناع وممكن برضو الرحان الرحان قوي جدا وفعال جدا في الوقاية ضد المشاكل التنفسية وكمان العلاج ضد المشاكل التنفسية كمان اليانسون وطبعا اللمون اللمون ده البرنس الكبير الفيتامين سي مهم جدا للطيور وطبعا لو عندك بوائي برتقان او اشر برتقان ممكن تستخلها لكن يفضل تاخد اللمون تغسر اللمون كويس وتعصره وتعصره بالاشرة بتاعته وتاخد العصير وتحطه على السقايات ده مفيد جدا يا جماعة مفيد جدا للطيور وعندك بقى العشاب اللي هي النعناع والرحان واليانسون دول ممكن يدغلوا يعني ممكن اي عشب فيه ومش ضروري تستخدم كله يا جماعة احنا لما بدون حاجة لما بدون حاجة على القناة مش بنطلب منكم انكم تستخدموا كل الحاجات اللي بنهلها لا خالص استخدموا اللي تقدروا عليه ووفروا اللي تقدروا عليه واللي ما تقدروش عليه خلص فانتو تستخدموا الاعشاب على قد ما تقدروا تجيبوا مثلا نعناع او رحان او يانسون او لمون لو الاعشاب الاولانية اللي هي النعناع والرحان واليانسون فانت بتجيب كمية وليالة كده كأنك بتشرب كباية لنفسك وتعمل كباية بس ما تشربوهش انت بتاخد الكباية دي وتحطها على سقاية 2 لتر تقريبا الحسب طبعا تركيز النعناع أو الرحان أو الانسون اللي انت عامله المهم ان المية اللي انت هتحطها للطيور طعمها ما يتغيرش قوي فاهمني؟ يعني طعم المية ما يتغيرش قوي بالنسبة له يبقى فيه تغيير طفيف كده يعني بسبب اضافة الاعشاب وطبعا اللمون ما انكترش هي لمونة على السقاية وان شاء الله انت لو عملت كل الحاجات دي اتقي الطيور بتاعتك من اي اعراض للبرد واي اعراض تنفسية ممكن تجي لهم وكمان لو عندهم ممكن تعليقهم بالحاجات دي برضو هي هي لكن اهم حاجة الاساسيات واهم حاجة الوقاية ده كان الفيديو بتاعي النهاردة ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مبارشة لك من اليوتيوب وما تنساش تعمل تعليق على الفيديو باي مشكلة بتواجهك في عالم تربية الطيور ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته